شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مذكرات التفاهم ما جاءت في أبرزها الصناعة والتعليم العالي والنقل والطيران المدني والزراعة والصحة والعلوم الطبية والموضوعات المالية والاقتصادية والطاقة وحماية البيئة والعمران كما شهد الرئيسان أيضا توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية والثقافة والسياحة التركية ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية كذلك وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بيانا مشتركا للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا